بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم فيديو جديد والفيديو بتاعنا النهاردة خاص بضريبة المرتبات وبالتحديد بنتكلم على القرار رقم 386 لسنة 23 بإلزام بعض الجهات أو الشركات بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات لو حضرتكم تتذكروا إحنا كنا يعني ما فيش يمكن إمبارح أو أول كنا نزلنا بوست على صفحتنا على الفيسبوك بيتكلم بوست مجمع في كل ما يخص منظومة تحديد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة من شرح التسجيل للقرار كان بتاع الإلزام اللي هو الغاية 15-8-23 وكنا كمان عملنا مثال عملي وطبعا عندنا فيديوهات أكتر من كده تحت قايمة الفيديوهات الخاصة باسم ضريبة المرتبات والقرار دوت يمكن بيكلمة على الإلزام يعني واضح كده أن كل الشركات هتروح لمنظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات فبالتالي قرر في المادة الأولى خلاص وده زي ما قلنا قرار وزارة المالية إنها تلتزم الجهات أو الشركات الوردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بتضيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وفقا للتواريخ المبينة قرين كل مرحلة من مراحل الإلزام طيب بالنسبة للمرحلة الرابعة ودي طبعا تبتدي فيه 15 أكتوبر دي أقرب واحدة دي المرحلة الرابعة المرحلة الفرعية الأولى ودي 500 شركة كويس من ممولين مركز الضريبة هي كبار ممولين أول وفقا للكشف واحد المرفق بهذا القرار طيب بيبقى 15 أكتوبر لو نزلنا تحت في القرار طبعا بنشكر الزملاء وعلى رسول مستاذ محمد سمير على يعني توفير القرار على طول أول ما نزلت الجهات طبعا دي مرحلة الرابعة أولى في 500 شركة زي ما انتوا يمكن شايفين كده طبعا مش هنقدر نستعرضون كلهم منما هنرفق طبعا القرار ده تحت في الوصف بتاع الفيديو خلاص 500 شركة هم دول الخضعين أو مفروض يبقوا منضمين في تاريخ 15 عشر تلاتة وعشرين بعد كده بتكلم على المرحلة الفرعية التانية ودي عددهم 1000 شركة برضو موجودين تحت ودول لازم يكونوا بدأوا أو بدء الالتزام بالنسبة لهم أو الالزام في 15 ديسمبر والمرحلة الفرعية التالتة وقال باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين يعني اذا وكأنه هو هنا خلاص ركز على الممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول قسمهم لتلات مراحل مرحلة أولى فرعية و15 أكتوبر و1000 جهة أو ممول في 15 ديسمبر ولو بقى في اسم مش موجود يبقى 15 فبراير 24 المادة التانية قال تلتزم جميع الجهات أو الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين يعني هنا بقى ابتدى ينقل على مركز مموليات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة واسكندرية واستثمار جنوب الوادي كمرحلة سادسة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب الضريبة بدءا من 15 يوليو 24 تمام يبقى هنا دخل على الشركات الضرائب الشركات المساهمة والاستثمار واستثمار جنوب الوادي كمرحلة سادسة مرحلة السبعة المادة الاربعة تلتزم الجهات والشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة يبقى اي مأمورية مدمجة كمرحلة سبعة هتبتدي من 15 اكتوبر 24 مادة الخامسة تلتزم جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب كمرحلة تمنا بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الوجور المدادة جدءا من 15 ديسمبر وضيغ بالنسبة لي كده المرحلة التامنة انا كده خلصت كل الممولين والجهات لان خلاص قال تلتزم جميع الشركات الممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب فبالتالي مفروغ كده كل المصلحة التزمت ماشي ده هيبقى في 15 ديسمبر 24 مادة السادسة قال تلتزم جميع الجهات والشركات التي يصدب لها قرار نقل من مأمورياتها المأمورية أخرى صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الوجور والمرتمات بدءا من تاريخ نقلها للمأموريات الجهور يعني مثلا بعض الشركات دلوقتي كان مثلا تم نقلها من المأموريات الجغرافية لكبار اتنين مثلا فبالتالي لو هو ما كانش لسه وقع عليه الإلزام حسب هذا القرار واتنقل له مثلا مركز كبار اتنين يبقى هو ملتزم على طول بهذا التطبيق وفي بالك لأنه أصبح من الممولين أو المكلفين اللي موجودين في مركز كبار اتنين المادة السابعة بتقول يجوز للجهات أو الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة أو لم يحن تاريخ إلزامها لسه مجاش تاريخ الإلزام بتاعها خلاص بالتواريخ المبينة بالمواد من الثانية حتى الخمسة طلب تطبيق المنظومة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات طواعية يعني أي حد تاني يقدر أنه ينضم طواعية قبل معادل إلزام بتاعه طبعا ينشر هذا القرار في الوقاعة المصرية ثلاثة تسعة وطبعا زي ما انتم شايفين كده قلنا أن في جداول هنا بقى حوالي يمكن مثلا خمسة وسبعين صفحة كل الأسامي الشركات اللي ايه اللي وقع عليها المراحل الايه الأولى اللي هم مرحلة الفرعية واحد والمرحلة الفرعية اتنين خلاص كما تم الشرح قبل ذلك برضو ما تنسوش ان احنا عندنا في بلاي لست مهمة قوي دايما برضو بنتابع معاها آخر مستجدات للكتب الدورية والتعليمات والقوانين ودي برضو هنبقى يعني دايما عمل لها أبديت بكل القرارات اللي بتنزل او بتصدر سواء عن مصلحة الضرائب او عن وزير المالية او حتى قوانين وشرح وخلافه بشكر حضراتكو جدا وان شاء الله نشوفكو في فيديوهات تانية متنسوش تابعونا على اليوتيوب على الفيسبوك على التليجرام عشان يوصلكو كل بديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته